الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد والبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السال مع ضيفي الدام سماعة العلامة سيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلا المقدسة فنرحب به سويتان السلام عليكم سيدنا وحياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الله يسلمكم إن شاء الله مشاهدين الكرام للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وكل ما يطرح على طاوة البرنامج من السال فقهية هي مطابقة لفتاوة الله العظمى السياسي صادق الحسين الشرازي أدام الله طبعا سماعة سيد من الأسئلة التي وصلت إلى برنامج شتاية السائل ولكن هذا السؤال كان يعني مو غريب من نوعا تدري المشاكل الاجتماعية وخاصة الأسرية لا تنتهي المتعارف عند البعض للأسف أنه إحنا دائما نسمع وكذلك هم الرسائل تصل إلى البرنامج أنه بعض الأبناء العاقي ذات سلوك سيء وتعامل سيء مع أهلهم والأب أو الأم أو حتى الأخوات نشوف مرات الولد العاق شارب الخمر مثلا يجي تال الليل وضعه مطبيعي إذا سمع أحجاية من أمه من أبوه يمد إيده على أمه أو أبوه وتناولنا هذه المسألة يمكن بالحلقات السابقة وتحدثنا ولكن الموضوع قام يتطور والمشاكل قاعدت تتطور يوم اللي نسمع سماحة السيد أنه اللبنية لا اللبنية اللي هي تضرب أبوه وهذه طامة كبرى مرات نصفا نقول يا بني البارع عز وجل ليش خاصة نحن نشوف فوق فوق المشاكل الاجتماعية قاعدة تصير وين الرحمة الإلهية ننسى أنه هذه أكون مجتمعات للأسف من ضمن مجتمعنا أكو سلوكيات لا العرف يرضى به ولا الشرع يرضى بها ولا القانون يرضى بها مع العلم اللي يمديده حتى قانونيا اللي يمديده على أمه أو أبوه إلى حكم جزائي بالمحكمة المدنية وأما بالعرف ما نقدر نتحدث بالعرف لأن برنامج نبرنامج ولا نتحدث بالبرنامج يعني بالقضايا القانونية لأن برنامج نبرنامج فقهي اللي تتصرف هكذا مع أبوها وتضرب أبوها أو تضرب أمها بصلافة بواقاحة شلون نقدر نخليها في أي ميزة؟ وشلون يكون التعامل معها؟ معها بصورة مباشرة شلون إذا تسمح لسيدنا التعامل يكون من طرف العائلة من طرف العمام الخوال منه إلى حق يدخل منه إلى حق يرشدها منه حق إلى حق يمد إيدها يمد إيدها عليها حتى يقدبها تفضلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين محمد وعلى آل بيته طيبين طاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد كما تفضلتم سيدنا في مسألة في هذه المسألة التي ذكرتها مع الأمثلة التي رافقتها وهي مسألة التطاول من قبل الأبناء على الآباء المقصود بالآباء هنا يعني الأب والأم إذا اجتمع يقال لهما أبوين هذا التطاول مرفوض طبعا من كل الجهات سواء كانت شرعية عرفية قانونية اجتماعية من كل الجهات لا يمكن القبول بهذا التطاول من قبل الأبناء على الآباء الشرع واحد من هذه الجهات التي ترفض هذه الحالة ولذلك الكثير من روايات أهل البيت عليه الصلاة والسلام التي تحث الأبناء على بر والديهما وعدم عقوقهما ولا تقل لهما أف وكما تعلمون الأف هذه هي أقال كلمة يمكن أن تقال هذه هي ممنوعة منعها الشرع فكيف بما هو أكبر منها أكبر من الأف الذي هو حد التطاول والضرب والاعتداء الجسدي على الأم أو على الأب من قبل أبنائهما هذا يكون أكثر وأشد ممنوعية من قبل الشارع المقدس الشارع رفض أن يقول الأبن أف إلى والديه فلا يقبل إذن أن يقول أكبر من هذه الكلمة فضلا عن الاعتداء الجسدي فالمثال الذي ضربتمو حول هذه البنت الذي تعتدي على أبيها هذه تجاوزت الحد بمسافات طويلة وكبيرة أما كيفية العلاج العلاج هي وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحكمة تأخذ هذه البنت أو مطلقا الأولاد العاقين اللي يتجاوزون حدودهم مطلقا يقعدون إياهم مثلا أكو مثلا مصلح اجتماعي أو مو إلا مصلح اجتماعي يعني رسميا خلقوا واحد من العائلة عنده لسان لطيف عنده بيان ممكن إيصال المطالب إلى الأولاد بشكل مريح وبشكل يتقبلوا من عنده من أن هذا عقوق ومآله سيء ولا يجوز وعند الله سبحانه وتعالى هذا كبيرة من الكبائر فما يصير أنتم مثلا قصوصا إذا كانوا يصلون أو يصومون أو عبادات عدهم وعدهم هذا الذنب العظيم هذا العقوق أمر من قبل الباري عز وجل هم رافضي أو ما يعملون به وهو شنو مدارات الآباء أو يعني في آية من الآيات واخفض لهما جناح الذل من الرحمة زين فكيف يتماشى ما هو مقتضى هذه الآية مع تصرفاتهم في الضرب والإذاء الجسدي هذا الشرع يرفضه تماما وكما ذكرنا لكم أنه العلاج لهذه المسألة هي بإيجاد فرصة زمانية مكانية حتى ينصح فيها هؤلاء الأولاد سواء كانوا ذكورا أو أناثا ينصحون حتى يأخذوا ويتجهوا نحو البر البر بالوالدين هذا هو المفروض أن يقال وأن يفعل اتجاه هؤلاء الأولاد أما تدخل الأقرباء بالضرب مثلا والعنف الجسدي هذا لا يؤدي إلى نتيجة أبدا العنف يقابله عنف مثله فلا يؤدي إلى نتيجة أبدا والإسلام لا يؤيد أبدا الشرائع السماوية كلها وبما فيها الإسلام لا يؤيد أبدا العنف الجسدي أبدا أحسن بارك الله بك هناك سؤال آخر بخصوص أكل الأندومي هل هو حلال أم حرام تفضل بجراء بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان طبعا يصنع من مواد محرمة أو دهن الخنزير أو عظامه أو من أي محرم آخر سواء كانت حيوانية أو غيرها إذا صنع من هذه الأشياء المحرمة يعد حراما أما إذا لا لم يصنع من هذه الأشياء المحرمة فحينئذ جائز أكله وحلال ولا أشكال فيه أحسنتم كذلك هناك سؤال آخر أحد السيدات تقول زوجي يقول لا تدخلين بتربية الأولاد يعني هل يحق للأب أن يمنع زوجته من تربية أبنائه بسم الله الرحمن الرحيم تربية الأولاد هذه مهمة الأبوين مهمة الرجل ومهمة المرأة يعني التربية مهمة جماعية ليس مهمة فردية نعم الأب بما أن له ولاية إذا رأى أنه تربية الأم ليس صحيحة نعم يجوز أن يمنع يجوز له أن يمنع من أن المرأة تربي مثلاً الولد أو البنت إذا هو شاف أو رأى بالرأي العقلائي مو العاطفي الانفعالي بالرأي العقلائي من أنه هذه المرأة لا تصلح للتربية فيجوز له أن يمنعها أحسنت كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد أحد الأخوة يسأل جنابك يقول ماذا أنت صغير أخذ من أصدقائي بدون علمهم بعض الأشياء يقولوا هذه الأشياء أنا أصلاح حالياً لا أذكرها ولا أذكر اللي أخذتهم يعني أخذت الأشياء منعتهم يقولوا حالياً الأصدقائهم لا أعرفهم يقول شنو أسوي بهذه الحالة يقدر تقدير مثلاً مبلغ معين ما يساوي ما أخذه منهم من حاجيات ويتصدق به نيابة عنهم للفقراء نزع وهذه كيف يقيمها يعني بحسب سوقها في زمن الطفولة هو ما يذكر بزمن الطفولة أبرز الأشياء التي في زمن الطفولة ممكن أنه نتخيلها هكذا هي الدعابل لأنه أكثر ما يقتنيه الأطفال هي الألعاب وأبرز لعبة عندنا كانت هي الدعابل هذه اللعبون بها نعم فهذه مثلاً يقدر يقدرها يشوف يعني مثلاً الكمية اللي ما أخذها من عدو مش قيد مقابل هذه مثلاً فهذا مبلغ مالي هو يقدره بحسب السوق مثلاً إذا راح يشتري مثلاً نفس الكمية من السوق نعم إيش قد يدفع أو هو من ذاته يقول هذا المبلغ مقابل ذلك تلك اللعبة اللي أخذتها من فلان أو من فلان أو من فلان مثلاً ويعطي ذلك المبلغ التقديري إلى الفقراء صدقة نيابة عنهم أحسنت كذلك هناك سؤال آخر ما حكم من يكفر كثيراً بالله عز وجل القولي يعني باللسان ينبغي أن ينصح مرة مرتين وإذا أكو ولي عنده يعني ونصح أكثر من مرة يجوز له أن يضربه عليها يعني يؤدبه أن لا يفعل ذلك أو يمنع منه مثلاً أشياء مثلاً تؤدي إلى أنه يمتنع عن هذا الشيء أو يعني يغريه مثلاً بأشياء وشرط أن يمتنع عن هذا الكفران اللفظي اللي باللسان أو يرشد إلى أنه يعني هذا الولاد إلى أنه يهذب لسانه بالتعليم يتعلم دائماً أنه يذكر أشياء أخرى غير هذه المسائل اللفظية هكذا ممكن أن ينتهي عن هذا الكفران اللفظي أحسن ببرك الله بك ويانا الأخ محمد من الناصرية السلام عليكم يا محمد أبو محمد سلام عليكم يا حبيبي أبو محمد وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا بك حياك الله أبو محمد السلام عليكم سيدنا يا عمري فالسؤال يا حماد فالسؤال يا حمادك نعم我要 Abram أبو محمد سيدنا يا رحمواتك عندي والدي كبيرة في السن نعم اللهم يحفظها وبالصلاة نعم تقرأ الآيات يعني مو بعرفة فتشي أو خربطة أو تقدم متأخرة بيها زين كم مرة بمرة يعني أعيد أعلمها ما تجل التعلوم شون حكمها شون شون سوي يعني هاي بيها فتشي إجراءات بيها بيها التعلوم غير طريقة واضح خدمتك إن شاء الله رح نطرح سؤالك أبو محمد أبو محمد سماحة السيد يسألكم يعني السن مالتها جد وصل إلى مرحلة أنه أخرفت خمسة وسبعين لا لا عقلها عدها نعمة بس هي خربطة بالآيات يعني يعني ما تجي دوم الآية ما تجي ده بالطحية شكرا لك يا أبو محمد إن شاء الله نطرح سؤالكم يا حياك الله طبعا سماحة السيد بهذي موضوع أبو محمد من الناصري بالفعل أكثر أمهاتنا العجائز ما تدبر الصلاة ومثل ما قال أنه عقلها سليم ولكن من تجي للصلاة أنه تخربط بالآيات وربما سالفه قبل عشرين سنة ثلاثين سنة تلقى حافظته وتعرفها بتفاصيل ولكن من توقف بهذه الدقائق لا إراديا تنسي بسم الله الرحمن الرحيم نعم هذه الحالة موجودة ومنتشرة وكثيرة باعتبار أنه بلدنا مر بفترة من الجهل أو التجاهل يعني ما وصل العلم إلى كل الناس ما وصل التعلم مستوى العلمي على الأقل مثلا محوى الأمية حتى هذا أيضا ما وصلنا به إلى مستوى أن يكون كل الناس بإمكانهم التحدث باللغة العربية الفصيحة ما يقدرون يتلفظون ببعض الفاظل القرآن وخصوصا سورة الفاتحة مثلا أنا سمعت مثلا واحد شايب بدل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم كان يقول هدنا على الصراط المستقيم فهذه وين هذي وين فيختلفا فلذلك هذا المستوى التعليمي حقيقي موجود عندنا خصوصا في العراق وفي بلدنا هذا ومهما بلغنا أو مهما بذلنا من وسع للتعليم أيضا ما جابنا فيه لذلك المسألة وحدة من اثنين إما أنه يصلى بهذا الشخص أو بهذه المرأة جماعة يقولولها انت لا تقرين مجرد بس قولي الله أكبر وسبحان ربي العظيمي وسبحان ربي الأعلى بس اسمع اللي قدامج اللي انت تأتمين به يعني تصلي جماعة تصلي بإمام وإمامها مثلا ابنها واحد من أولادها الذكور يجي صلي جماعة بها وهي فقط تسمع لصورة الفاتحة والصورة التي بعدها هذا حل وحل آخر مثلا أن تجعل مثلا أكو بعض القنوات الآن تبث الصلاة أكو بث للصلاة أكو إمام أو مثلا بالراديو أو مسجل يخلو له مسجل مثلا إذا ماكو واحد يئمها بالصلاة بالقراءة يقولها مثلا هذا المسجل أو كذا وتردد وراء مباشرة يعني هو يقول آية هي تقولها مثلا وراء مو فقط الاستماع التكلم أيضا لغاية ما تكمل صلاتها هذه الطريقة ثانية أو يوقف واحد بصفة يقل لها قولي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هي تردد وراء الحمد لله رب العالمين هي متردد وراء إلى نهاية الصلاة هذه طرق ممكن ابتكارها لأجل أن تأدي الآيات القرآنية أما إذا كل شفت مرة ما جابت كل هذا يعني كل هذا ما جاب نتيجة فشنو شنو شنو ما صلت خلي صلي أحسن كذلك عدنا الأخ محمد من محافظة ميسان ويا نتصال هاتفين السلام عليكم يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بيك حياك الله تفضلوا بسؤالكم يا أهلا وسهلا بسؤالكم الله يسلمك يا أهلا وسهلا حبيبي نعم 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 جنابك على هواء مباشرة تفضلوا سيد اسمعكم مطلوب طلي للإمام الكاظم نعم وهذا صار عدد فصل أنا مطلوب طلي للإمام الكاظم ونزل زين وفق للإمام الكاظم وصار عجل جام والله والنعم من نبو جوادي سلام الله علي هل يصير مثلا القليا ذبها هنا ندخلها بالإمام الكاظم لو أخذها لها وين وين الذبحة هل يصير هل يصير ذبحة هنا داخل الفيات لو أخذها للإمام الكاظم واضح 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 سؤال واضح يا حبيبي نعم يا حبيبي شكرا لك شكرا لسؤالك واتصالك سماحة سيد سمعتو الأخ محمد من محافظة ميسان أشار إلى أنه هو مطلوب نذر ذبيحة فيقول هل من الممكن أنه بالبيت أذبح هذه الذبيحة لو شرط أوديها البغداد للإمام بسم الله الرحمن الرحيم نعم يجوز له أن يذبحها طبعا إذا ما كان ناذر من أنه يذبحها هناك يعني المكان داخل مثلا في متعلق النذر إذا قائل مثلا بس للإمام الكاظم ما شارط على نفسه أنه يذبح مثلا في نفس المكان نعم حينئذ في أي مكان يقدر يذبح الذبيحة وثوافها للإمام الكاظم عليه السلام وياكلون من عدها الفقراء أحسن كذلك هناك أحد السيدات تسأل جنابك تقول أنه تشير إلى بيتها عمرها خمس سنوات ولكن عنيدة هذه الطفلة تقول هل من الممكن أنه فد دعاء فد نصيحة من السيد بما أنهم عايشون في أوروبا تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم قبل الجواب على هذا السؤال نعرج قليلا على سؤال أحد المتصلين في مسألة الصلامة الأمة التي عمرها 75 سنة أنا ذكرت في الأخير أنه يتركها إذا ما فات كل هذه العلاجات يتركوها شنو شون ما صلي خلوا صلي ولكن يحسبون عليها هذه الصلوات حتى إذا بعد عمر طويل إذا توفت يقضون عنها هذه الصلوات أحسن هذا تكملة لذلك شكرا لهذا التوضيح سيد أما في خصوص البنية العنيدة نعم فأحنا في عدنا رواية عن الأم عليهم الصلاة والسلام من أنه صورة الفاتحة إذا قرئت على ميت لاستيقظ يعني لرجع إلى الحياة هذه رواية هكذا فأنت بالإمكان أن تكونين على طهارة يعني الأم تكونين على طهارة وإذا بنتج مثلا نايمة أو مستيقظة أو في حالة العناد هذا بالإمكان أنه تقرين بوجهها صورة الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين إلى النهاية يعني أو تقرأيها على ماء مثلا وتسقيها هذا الماء تخلي تشرب وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤثر ذلك أثره وتهدأ هذه الطفلة وتبتعد عن هذا العناد أحسنت سماحة السيد لمن يدفع مرض مظالم إلى الفقراء بالتحديد صفة الفقراء الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته والأشد من عنده هو الذي لا يملك قوت يومه هذا نسميه أشد من الفقير مسكين هؤلاء يعني في أشد الحاجة إلى هذه الأموال لكي على الأقل يعيشون بهذه الدنيا مثلا ما يحتاجون إلى أحد الله سبحانه وتعالى يعني جعل كثير من الأبواب يرتزق منها هؤلاء المساكين والفقراء أحسنتم ومنها مسألة إعطاؤهم الصدقات أو الزكوات أو مرض المظالم أو الخمس أو أي شيء آخر هنا نهم يعني يفرق إذا كان ولد شاب شايف صاحب عائلة متزوج حديثا الفقير بني أكو شروط لا ما ماكو شروط نعم حتى لو طفل من طفل إلى هرم كل هؤلاء إذا انطبق عليهم العنوان عنوان الفقر هذا نسميه فقير وهو مستحق ونلطي ويشرط أو يعني مثلا أكو شرط أنه يصلي ما يصلي لهذه هذا أفضل هذا الأفضل أنه يعطى إلى إنسان كون يصلي ويصوم أدي العبادات مالتها هذا أفضل أفضل الفقراء اللي ممكن أن نعطيهم هذا المال نعم هناك أيضا شرط في أن لا يكون يعني خصوصا إذا كانت من الزكوات الواجبة نعم ألا تُعطى لمن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسنتم بالنسب يعني أحسنتم كذلك هل يجوز للمرة أن ترى جسم الرجل لا غير جائز عاري يعني عاريا صدر مثلا صدر الرجل من بالي إذا كان نعم ممكن أنه تفتتن به أو يعني ممكن أن تحدث التذاذ أو ريبة فغير جائز النظر إلى جسد الرجل عاريا أحسنتم كذلك هناك سؤال آخر سماحتي سيد بموضوع بلي سيدنا هناك سؤال بخصوص يعني لكثرة الرسائل التي تصل إلى البرنامج بخصوص الاستخارة كيف للإنسان أن أن يتعود على الاستخارة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مو من المفروض أن يتعود المسلم على الاستخارة اعقل وتوكل التوكل على الله سبحانه وتعالى أفضل من الاستخارة الاستخارة وضعت فقط لحالة معينة وهي التحير فلإزالة التحير ليس هناك أفضل من استخارة الباري عز وجل لكن عند الحيرة وليس في كل شيء وليس في كل طارئ وليس في كل أمر واحد ياخذ خيرة ينبغي التوكل على الله سبحانه وتعالى فمن توكل على الله فهو حسبه مو دائما يكون للخيرة مورد التوكل هذا أهم من الخيرة فما يصير واحد يتعود على كل شيء يأخذ بها خيرة الخيرة فقط في موطن الحيرة حينما يحتار الإنسان ماذا يفعل متردد بين شيئين في هذه الحالة يعزم ويتوكل على شيء ويأخذ عليه خيرة فإن خرجت الخيرة يفعل يفعل وإن خرجت يعني يزيل التردد حينئذ وإن خرجت الخيرة لا تفعل لا يفعل وأيضا به ترفع الحيرة عنه ويكون يعني أمام طريق واضح مسلك واضح ولكن التوكل على الله سبحانه وتعالى أولى من الخيرة أحسن أحد الأشخاص سأل جنابك يقول سيدنا جناد ذاهب إلى زيارة أحد المراقب يقول جناد أنظف المكتبة المراقب يجأ أحد راد يأخذ تربة شفاء من هذه الترب بنية الشفاء فيقول أنا بما أنه مو خادم ولكن زاير قلت له أخذ من هذه التربة فيسأل ما حكم أعطائه وهو زاير مو فرضا متولي ولا واحد من جوزة ولا إلى آخره تفضل طبعا في هذه الحالة لا يجوز له أن يبدي مثلا الموافقة على أخذ مثلا ما هو موقوف للمسجد خصوصا إذا كانت الترب موقوفة يعني جاي واحد وحاطه وقال هذا يوقف للصلاة هذا مشكل وعليه أن يعوض هو نفسه هذا الذي أعطى الإذن أن يعوض هذا المأخوذ أحسنتم كذلك سماحة السيد هناك سؤال آخر هل يجوز السماع لكلام من يريدون أن يخربوا بين الاثنين أكو بعض الأحيان هناك شخص يجري يخربوا بين الاثنين هذا ممكن ننطيء إذن ونسمع الأولى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إذا هنا في هذه الحالة إذا شخصت أن هذا الإنسان نعم هو مهمته التخريب نعم يريد أن يخرب العلاقة ما بين اثنين هنا يجب عليك أن تجتنب وتجتنب حديثا إذا كنت أنت متأكد وتعلم أن هذا ما سوف يفعل أما إذا ما كنت تعلم أو عندك شيك هنا تتبين أنت من كلامه إذا كلامه صائب يؤدي مثلا إصلاح ذات البين في هذه الحالة تستمع إليه وتمتدحه أما إذا كان عكس ذلك مخرب يريد أن يخرب مثلا بين اثنين لا تستمع إلى ذلك وتذمه حينئذ عسن شكرا لكم سيد ضافر الفياض الأستاذ في حوزة كربل المقدسة مؤفقين بارك الله بكم الله يسلامكم مشاهدين الأحبة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمة وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء الحق والإيمان الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن اشتركوا في القناة